السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالفالس عبدالخال المقطع الجديد المقطع اليوم رح يكون نمط مهن الاتحاد الحلقة الجديدة حلقة اليوم رح يكون عندنا عدة مباريات فتوري بطالاسيا اول مبارة ما ممل برون فيكتوري في ارضنا وبين جمهورنا سوينا له محاكا فوزنا اثنين واحد بهدف من الصوات وهدف من وفيني حلو حلو يا لعيبتنا وحوش كهرباء يعني قول انه يبقى اختيار ومدلوش يا رجال ما حدر عنك طيب اذهان عندنا مبارة في الدولي رح ندخل بالتكتيك الاساسي ما في مشكلة فنقول بسم الله بذن الله الفريق يفوز كهرباء رح يلعب اساسي لغامدي المؤشر هذه هي القائمة كاملة وف تعود الله واحد واحد والله فضيحة يا الله يا رجال هذا هو المكتوب ويقول لك المكتوب زي ما يقولون اخوان السوريين ما في مفر منه بسم الله مبارة ما مش نقهاية جدا صعبة لكن رح نفوز فيها بذن الله لانه الاتحاد الاتحاد لو وش ما سار الله خسرنا طيب عاد هي كذا كرة القدم وهي كذا سنة الحياة بس والله لياقة اللعيبة مره نازلة أقل شي يعني اللعيبة يحتاجون عشر جلسات لعادة اللياقة وفي لاعب رجع من الاصابة ان شاء الله نهزم الحزن بهذا التكتيك الاحتياط السيء حلو فوزنا والله فوزنا والله الفريق ما قصر والله زين اننا فوزنا الصراحة يعني الفريق جدا مرهق فهذا تشكلتنا فاسية حمدان الشمراني أعلن جاهزية ورومارينيو أعلن جاهزية وأعلن رومارينيو جاهزية تفاحلوا لعيب رجعوا لعيب الكبار طيب رح أنا بغفوز القريني تطور خلاص تطور الآن عشان الحين يمدينا نرجع الكابتن حمدان الشمراني للتجربات الجماعية ليكون جاهزا للمباريات القادمة فهذا شيء حلو جدا وفي لعب رجع من الإصابة أيضا أعتقد أن هارون كمارا ممكن في لعيب يغدر بوجه بدول عالمي فيدال نعم وكهرباء حلو كمارا أعلن جاهزية خلاص عادة للتي رح ندخل بالتشكيلة الأساسية أمام الفتح نبوه الفريق يفوز على الفتح وغالبا أنا رح ألعب مبارات الفتح فبسم الله خلونا ندخل عن مبارات والله أنا متحمس يعني ألعب بالاتحاد بهذه القائمة الحلوة رح يدخل الفتح بالطقم بذحبي وحن رح أتخذ بهذا الطقم فكمارا الأسمادي حلوة كلها فريق رهيب عندنا عناصر جدا ممتازة يتمناها أي مدرب في العالم الصراحة فخلاص التكتيق جاهز كهرباء الموشر رح أعتمد على العبود فتشكيلة حلوة حمدان أوفين إلى جامي عبد الحميد الزقرت العيال وكلهم جاهزين ما شاء الله ما عد في أي إصابة في الفريق ندخل عن مبارات ونرجع لا 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 يا فيفا لا المبارات حسبي الله عليكم في النهار والله ما لعبها يعني ألعبها لعب نفسي سويلة محاكا لونه والله في الليل كان ألعبها بس في العصر ما حدر عنك يا رجاء لعشاك لكم يا فيفا والله حرم عليهم والله كنت بتحمس بها طيب الآن نجيب حمدان الشمراني للتدريبات ونجيب هارون كمارا من جديد حمدان قرب يوصل 75 ممكن التدريب هذا ترى يوصل 75 ليش لا فنجيب الكابتن الاسطورة هارون كمارا مهاجمنا الكبير الفنان القدير هارون كمارا تعالي هارون أنا باك تبدع في الانهاء حلو حمدان جدا قريب من 75 نقدم ونرجع لكم طيب هذا الشكلتنا رح تكون فاسي رومارينيو ولي وفي دال ووفين ان شاء الله يكون يعني استمرت على نفس القائمة وراح نكمل على اللعب الباقين رح نعتمد على منصور الحربي كظهير أيسر نعطي فرصة ليش لا يستحق فاعتذري حمدان ما راح لعبك نقول بذن الله الفريق يفوز حلو فزنا واحد صفر وغالبا حسما تأخلنا للدور القادم من هذه البطولة فاعتذري حمدان يا رجال فزنا هم شي احنا فريق نلعب بروح واحد تدوير لتشكيل امر مهم انا اتوقع المزيد منك يا محمود عبد المنعم كهرباء طيب الان اصابتنا للتدريبات رجعنا للاصابات يقلع شكلك ومرتور في دال يالله يقدر يلعب الموسم القادم في ربع نهاية ياسي هذا المهم اه لا امام التعامل راح نسوي الاسكيب خلاص انا غالبا ابا اوصل الى نهاية هذا الموسم في حلقة اليوم عشان الحلقة القادمة تكون موسم جديد المؤشر وليه يسدي له هدف وهارون كمارا سجل هدف شكرا جزيلا للفرص هذا واجبنا يا كبتن حمدان مع اللعب الكويسي اللي مثلك ماذا لطبدا طيب السوات راح يلعب في الوسط حلو فوجنا فوجنا ثلاثة واحد فريق عادة للانتصارات وتأهلنا رسميا للدور القادم من آسيا ورح نكون احنا المركز الثاني هارون كمارا سار ثلاثة وسبعين عبد الحميد سار أربع وسبعين حمدان ترى المفروض خمس وسبعين بس نزلوا طاقة اللعب الكلاب مدني ليه حاقدين ما يبونه الكبتن حمدان يتألق عشان هم معارفين انه أفضل لاعب سعودي راح نعتمد على المالكة في المباريات القادمة كمحور بدال في دال تشكيلتنا ممتازة حسمنا لقب الدوري بنسبة 90% احنا لابطال فهذا شي جدا مهم ويعني مبارات الهلال ما راح تقدم ولا تأخر اللي هي المباراة القادمة حقيقة ممكن نلعب مبارات التتويج في الحلقة القادمة ويصير الموسم القادم يعني يكون موسم حلو بإذن الله راح يلعب يعني الاتحاد فيه الأدوار المهمة والنهائية من آسية هزازي سجل هدف فاسية واعلن حسم الاتحاد تأهله ب12 نقطة إلى الدور القادم من دوري لابطال هارون كمارو ان شاء الله قاعد يتطور اللعيب كلهم ممتازين الصراحة يعني فيلا عندنا الآن مباراة مام الهلال نفوز فيها نعلن رسميا تحقيقنا لدوري السعودي من جديد بعد غياب أكثر من 11 عام تعادلنا فيها وتوقع برضو التعادل يجعلنا رسميا للأبطال فخلنا نشوف أعتقد ولا لسه باقي مباراة هي لسه لسه باقي مباراة تقريبا أو مبارتين ونعلن رسميا تتويجنا كأبطالا للدوري فهارون كمارو يلا يا عيال يلا يا عيال نبغاكم تتطوروا بسرعة نبغا لدي عود نبغا لعميد النصر في منافسة بين النصر والأهلي وهذه الأندية فحرين رح أقدم وارجع لكم أمام الرائد سكيب حلو فزن الثلاثة صفر رماريني والمؤشر كمارا زقرت يعني الكافو الرجال والد الرجال طيب لان كمارا يعني وحش وحش ذال الكابتن زي العسل زي العسل طيب راح تكون مبارات الهلي هي ليلة التتويج غالبا أو النصر والله مدري من يعرف يعني وانتو عارفين دايما كل كرير أسوي تكون مبارات النصر والاتحاد سوا ما أدري ليه فخلاص حقق للدوري رسميا وفين يسجل الفرق سبع نقاط وخلاص المحطة صارت صعبة يهلاء الاتحاد المسيطر يحسد لقب دوري MBS Pro League فهو حلو 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 كثير حلو كثير طيب الأجامي يتألق وحش الأجامي وحش قدوتي قدوتي الأجامي بصراحة يعني كل ملعيق قدوتي كمدرب يعني أنا عندي قدوات كهير طيب خلينا نشوف هذه صورة تنفع على صورة المقطع ممكن والله مناسبة حلوة العبود نعم طيب الآن نقدم لإمبارات النصر إمبارات النصر رح تكون حلوة مهمة جدا لمواصلة حصد اللقاب الدولي فأتوقع التتويج فيها والله معرف يا رجال سوي الأسكب ورح نلعب إن شاء الله لأهلي في حلقة القادمة ويصير ننهي الموسم الأول كمورا يولد وماش الله تبارك الله ثلاثة صفر فوزنا عن نصر يعني عليكم والله رجال والله تبيضون الوجه قالها منصور الشهيل في عرض السعودية سابقا جايين نبيض الوجه وإحنا جينا مع الاتحاد عشان نبيض الوجه الصراحة يعني أكون صريح معاكم طيب خلص ما شاء الله أتوقع لو فوزنا في المبارة القادمة رح نسير يعني من أعلى الفرق اللي حصلت تنقاط في تاريخ الدولي فيدال أعلن جاهزيته حلو فيدال رح يلعب بإذن الله أمام الأهلي أوي لكم يا أهلي أوي لكم رح نكسر السلسلة بإذن الله في نهاية الدولي رح نحقق اللقب أمامكم يقل عم القوك نقهرهم والله والله ينقهرون القهر ما في أكثر مننا الصراحة يعني فرح تكون تشكيلة نارية أقوى تشكيلة ممكن في تاريخ الاتحاد من سنوات قروهي لاجامي وفيني حمدان عبد الحميد فيدال خل لي رومارينيو لا يعني كهرباء ورومارينيو والمهاجم كمارا وإيش القوة اللي كده يشيخ ولا وفي الدكة الكابتن النجم الرائع القديم من يعني من أيام زمان في الاتحاد الكابتن نايف هزازي فالصراحة فريق مرعب يعني أنا لو كالهلي ما ألعب المرعب أقول له أعتذر بنجرد أقل شيء أقل شيء بنجرده يعني خمس أربع أقل شيء ما احترامي يحبي الأهلي أنت تعرفون يعني أنا ولا أهلي بس اللعبة لعبة لوش ما صار في الله الآن عندنا المؤتمر صح في حلقة اليوم شيء طويل ممكن أهلا بها حكي وهيك يعني يا شباب خلينا نمدح الفريق بس أنا ما رح أتكلم كعادتي في المؤتمرات رح نمدح الفريق وبس هذا واجب طيب فهرص مدحنا الفريق وقلنا اللي عندنا وأكثر 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 فإن شاء الله يجيبون صورة حلوة أيوة والله هذي جدا مناسبة لصورة المقطع يعني عرفت وش أقصد طيب الآن خلاص خلينا شوف بس ترتيب الهدافين حلو عندنا الهداف ليه والله ليه عنده 16 هدف ومريني 11 كهرباء 11 موسى 16 بلالي 16 بلالي ما رح سجل يوم ولا رح يصنع بإذن الله ليه رح يتفوق عليه ورح يصنع ويسجل فقروفي 13 كلينشيت الحارس الأفضل في الدوري كان مكفل شفرس عبد الخالق شوفك تحضر بإذن الله لا تنسوا دعمك من القناة وانشر القناة في كل مكان مع السلامة شفرم